السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 18 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج العذراء في ساعات الصباح بده ينتقل لبرج الميزان يعني الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنتقل للميزان ورح يظل القمر موجود في برج الميزان لغاية الساعة 10 و 33 دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش اللي هو موعد انتقال القمر لبرج الميزان وأيضا رح ينتقل بنفس الوقت لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما أنه موجود في برج العذراء لغاية ساعات الصباح معناته منظل على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة رياضة أو البدء بنظام غذائي أو يعني بدنا نحافظ على وزننا أو نهتم بصحتنا بنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا والناس زي ما حكينا دائما أن القمر لما بيكون موجود بالعذراء نادرا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا بيكون هو المسيطر أكثر أهم شيء برضو بتكونوا يحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا أيضا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أيضا بتكون جيدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح لعلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما قبل خلو المسار زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 9 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر السلبي طبعا خلو المسار رح يبدأ الساعة 9 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينج من صباح اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقله بيستقر في برج الميزان عشان هيك من هذا الوقت وما بعد بتصير أفضل وقت لأمور العاطفية أو لتقوية الرابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة يعني يمكن تلعب دور في علاقة جديدة أو في علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة القادمة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بعد الانتقال مباشرة في زاوية رح تتشكل هي زاوية ممتزجة ومعنى ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة في نفس الوقت هي زاوية اقتران ما بين الزهرة وما بين أورانوس رح تكون ذروتها الساعة 11 و40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرات هذه الزاوية لها ثلاث أيام ورح تستمر كمان ثلاث أيام قادمة بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد هذا من ناحية إيجابية يعني بعض الأشخاص ممكن يقعوا بالغرام أو يبدأوا بعلاقة غرامية ولكن السلبية في الموضوع إنه يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة لمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة أيضا إلها تأثيرات تقريب السبع أيام ورح تستمر سبع أيام قادمة هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري رح تكون ذروتها ساعة ستة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال عادة بجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم وممكن نحقق معني شيء إيجابي في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقة مهمة ونافعة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر تقريبا عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي لإثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا الكلا والحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر، والزائد الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي الأعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة ولكن ينصح أنه ما تكون في فترة خلو المسار تحديدها أو بدايتها ولكن ما قبل أو بعد ما في أي مشكلة مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر ولكن مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر أما للأشخاص اللي ما عندهم مشكلة عادي جدا إزالة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان فرح يكون في عنا خلو مسار طويل الفترة القادمة وهو خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة من عصر يوم الأحد بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تقريبا مساء يوم الاثنين الساعة عشر وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة 11 وخمس وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بصير 11 يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعات المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في العذراء ورح ينتقل في الميزان ورح يظل في الميزان ليوم عشرين خمسة الآن هو سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية أما في ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الثور حتى يوم 3-6 سعيد بنسبة 15% والزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% وزهل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا العمل بيظل يتراكم عندكم في ضغط على مستوى العمل والالتزامات أو مراجعات طبية أو بعض الفحوصات أو حتى وهن أو تعب صحي يعني حسب كل إنسان حسب كيف الكواكب عنده حسب صحته على حسب شو بشتغل ولكن إجمالا هذا الشيء بشكل عام لجميع برج الحمل حاولوا إيجاد الحلول عالجوا المسائل الطارئة عشان تقدروا تتوصلوا لأي اتفاق وابحثوا عن حليف وابعدوا عن أي مواجهات مع زملائكم بالعمل أما من ساعات الظهور تقريبا وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتتعقدوا الأمور وبترأ بعض البلبل لأن القمر بصير مقابلك تماما فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وتحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمكم قوي والعرقيل بتستفزك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بظل رغبتكم قوية للتقرب من أحبائكم من الآن وحتى ساعات الصباح تقريبا وبإمكانكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المسائل المساعي ولا التواصل مع المحيط يعتبر بظل في طاقة إيجابية وفي دعم عاطفي معنوي مالي في هاي الفترة ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة بدك تنتبه من فرض السيطرة أو السلطة على الأبناء أو على الأحبة وحاول إنك ما تبالغ بالحضوظ من ساعات الظهيرة وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تبدأ الواجبات بالتزامن وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وبدك تحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فمعناته بظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن يكون في بعض الضغط أو الحزن أو التعب أو إنه شوي في بعض الانتقادات أو سوء التفاهم أو مشاكل عائلية أو صحة أحد أفراد العائلة طبعا أهم إشي أنك أنت تقدر تنظم الأمور العائلية بشكل جيد والتزاماتك وما تتهرب من المسؤوليات من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر بدك تحضر من فرض الصرطة أو تسيطر على أعصابك أثناء المسائل العائلية من ساعات الظهر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن أنك تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل في نشاط على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وبظل عندكم قدرة على الإقناع والحوار والنقاش والتسويق وبظل لكم اهتمام برضو بالأمور اللي تتعلق بالمواصلات والاتصالات يعني زي أجهزة إلكترونية أو حتى سيارات طبعا من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وخاصة على الطرقات ما بين المدن حاول إنك تكون واضح بكلامك وما توجه أي انتقاد واضبط عصابك أثناء الحوار من العصبية من ساعات الظهر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي إنك تتجنب المشاكل العائلية أو لوم أحد أفراد العائلة ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو عطل منزلي أو مصاريف إضافية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات ولا تفرض رأيك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل في فرصة لمكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم لغاية ساعات الصباح ولكن بتخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبدو قدر الإمكان عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة لغاية ساعات الظهيرة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم إش أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ممكن تحل بعض المسائل المالية أو تجد انفراج مالي أو وعود بلشت توضح بالنسبة لإلك كمشاريع أو استثمارات أو فرص مالية ممكن تستثمرها من ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش ولكن ما تعصد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل ثقة بالنفس عالية جدا وعندك قدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبظل في رغبة قوية للتواصل مع الأحبة أما من ساعات الصباح لغاية ساعات الظاهرة هنا بدك تنتبه على نفسك من الوسواس الشك الغيرة الأفكار السودة اللي ممكن تتسلل وتسيطر عليك حاول قدر الإمكان ما تخضع لهاي الوساوس أو لهاي الأفكار وما تسمع لأي شخص ممكن يقنعك بشيء هو مش موجود أساسا ثق بنفسك أكثر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم مالي أو أموال أو حقوق لإلكم أهمي شنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم اليوم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهيرة فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وتنتبه من ردات فعلك بظل التعب مسيطر عليك ممكن تفكر في إلغاء بعض المواعيد أو الابتعاد عن الأضواء احذر من الوسواس والأفكار السودة برضو بهاي الفترة وأضبط عصابك وما تتخذ قرارات حاسمة ممكن أنها تكون مش لصالحك من ساعات الظهيرة وما بعد بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم تستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل النشاط الاجتماعي عالي جدا لغاية ساعات الصباح ممكن تتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستغل بعض المعارف أو الأصدقاء لإنجاز بعض الأمور المهمة في حياته برضو ممكن اليوم تتعرف على أصدقاء جدد أو أنه يصير فيه تواصل مع صديق قديم أو يجيك مثلا خبر عنه من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة احذر من فرض السيطرة على الأصدقاء أو من مشكلة أو نقاش حاد يسبب خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف من ساعات الظهر وما بعد بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فحاولوا قدر الإمكان تنتبه لصحتك وتنتبه لطاقتك وحاول أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات اعمل بشكل روتيني فقط لا غير برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبتضل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات الصباح أم مش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك حاول إنك ما تدخل بأي جدال أو حوار حاد ما بينك وبين المسؤولين وتجنب التصرفات الارتجالية يعني بمعنى بدك تركز بتصرفاتك وبكلامك بأفعالك عشان ما تتسجل عليك نقاط وتشوه فيها سمعتك من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة حاول قدر الإمكان لا مغامرات ولا مجازفات ولا مخالفة قوانين أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانك إنك يعني تتوجه الكدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق تطمئن خواطرك وبيطمئن بالك لأنه اليوم بتجد حليف يدعم تصوراتك أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات لأمور ما يقدر تتنفذها بالفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتنشطه في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة لبعيدة وعلاقاتكم مع الأجانب أهم مش إنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن حاول إنك يعني تستغل كل طاقتك من الآن وحتى ساعات الصباح لأنه بظل في عندك طاقة عالية وحماسة رح يتركوا عنك أجمل الانطباعات بسبب حيويتك الفائضة حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة جدا ودعملة إلك بقوة اللي عنده امتحان أو عنده مقابل الأجواء جيدة ولكن من ساعات الصباح لها فترة قلوب المسار لا تعتمدوا على الحضوض كثير وما تبادروا بشيء مصيري بالنسبة لألكم من ساعات الظهر وما بعد بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح إنه في بعض القلق والتوتر ولكن أهم شيء إنك ما تشوه سمعتك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيظل التركيز على الأمور المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح انتبه للأمور والأوراق والمعاملات اللي تتعلق ببنك، ضريبة، تأمين، ميراث أو حتى محامي وحاولوا قدر الإمكانك وتخففوا من النفقات صحيح في بعض المكاسب تيجي من الأشياء اللي ذكرناها ولكن انتبه من النصابين والمحتالين صحتكم أو صحت قريب لإلكم برضو بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك أهم إشي أنه انتبه من النصابين لا تكفل حد وخصوصا في ساعات الصباح ولا تقرض حد فلوس أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبصير هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة لأنه اليوم عندك قوة عالية جدا بالنقاش والذكاء وبتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوط تجارب جديدة أو حتى لبعض أشخاص من مواليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج صحيح أن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهيرة إلا أنه يعني في بعض الإيجابيات للمصالحة أو للحوار والنقاش أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات وحافظوا على هدوءكم الكامل صحيح أنه في بعض الضغط ولكن الأوضاع تمضي للأحسن من ساعات الظهر وما بعد بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة صحيح أنه في فرص مالية بس أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم أو صحت قريب لإلكم تصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك برضو ما تتكاسل بالعمل وتتهرب منه سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء